بارك الله فيكم عقلا ما جالسته فإن هذا من أعظم الشر والله يا إكوى أني أعرف أناسا بأعيانه كانوا من أحسن الناس في السنة كساهلوا في الجلوس إلى بعض من عرفوا بالبدعة فانقلبوا رأسا على عقب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع بالدجال فلينحى عنه فإن الرجل يأتيه وهو يظن أنه هو فلا يلبث أن يتبعه لما أوتي من الشبهات فلابد من الحذر والبرد وعدم التساهل في مجالسة أهل البدع والاستماع له فإن سلامة الدين لا يعدلها شيء والهوى يعمي ويصب ويعدي ويسبب البلاء فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل في دينه بل ينبغي الحذر الشديد والتمسك بالسنة وأهلها نكثر أهل السنة ونكثر سواده ونسعى في إظهار ما هم فيه من خير ولسنا بحاجة إلى مجالسة أهل الأهواء والبدع نعم